ألم الدورة الشهرية هو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتوجه النساء إلى استشارات طبية حيث أن ألم المصاحبة للدورة الشهرية تكون فضيعة جداً وحادة عند أغلب النساء حيث تسبب ألم في أسفل البطن في الدهر وفي الفخدين وأيضاً تكون مصحوبة بالصداع، الغثيان، الضوخة أو الإغماء، الإسهال أو الإمساك أثناء هذه الفترة المزعجة لأغلب الفتيات إذن اليوم سأقدم لكم علاج طبيعي فعال جداً بمكون واحد فقط أو بعشبة معجزة رائعة جداً إذن دعوني أعرفكم عليها والطريقة السهلة لاستخدامها وقولي وداعاً للمعاناة مع ألام الدورة الشهرية هي عشبة تعرف باسم المخينزة أو الدمسيسة هذا هو شكلها في الفيديو كما ترون إذن لمن يعرف اسمها في الدول العربية الثانية المرجو إفادة غيرك هنا السلفي التعليقات تحتوي هذه العشبة على العديد من الفوائد أبرزها تقوية الداكرة، تقوية الجهاز الهضمي تنظف الرحم من بقايا المشيمة بعد الولادة، أيضاً تسهل الولادة وتقوي الطلق، تساعد على خروج الجنين الميت من الرحم تعد المخينزة أو نبات الدمسيسة من الأعشاب القديمة التي استعملت في الطب القديم تخلص من أورام الرحم، تفتت الحصوات، مفيدة في الانتفاخ، تدر الطمث، البوت، تخرج الديدان من البطن تعالج اليرقان وأمراض الكلي، أيضاً تنقي الدم تنفع في النزلات وتعالج الحمى وهذه عن تجربة إلاج الحمى عن تجربة سوف أضعها إن شاء الله في فيديو قادم عن طريقة صحيحة لاستعمالها لعلاج الحمى للصغار والكبار طبعاً طريقة استعمالها لعلاج ألام الدورة الشهرية سهلة جداً تأخذ نصف كوب من الماء الساخن ثم تضيفون له بعض أوراق المخينزة أو الدمسيسة بعد غسلها وبعد ذلك تضحنها جيداً في خلاط وتقومون بتصفيتها وشربها في أول يوم من ألام الدورة الشهرية وسوف تتخلصون من هذه الألام طولة فترة الدورة الشهرية كان هذا الفيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم منه إذن إلى اللقاء فيديو جديد نصائح وصفات جمال وعلاج مع قناة نوشانيل فقط